أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى لوصول الدعم إلى مستحقه مشيرا إلى دعم البطاقة التموينية ب36 مليار جنيه أوضح أن سعر أنبوبة البوتجاز أصبح 200 جنيه على الدولة وكل ما تم زيادته على المواطن هو 10 جنيهات فقط لتكون للمواطن ب75 جنيه مما يعني زيادة دعم البوتجاز هذا العام وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تدعم خدمات كثيرة جدا للمواطنين منها على سبيل المثال الخدمات الصحية حيث بلغت فطورة الأدوية التي تصرف مجانا للمواطنين في المستشفية الحكومية 22 مليار جنيه التموين فطورة التموين موجودة والدعم التموين 36 مليار جنيه البوتجاز أنبوبة البوتجاز برضو عشان لحضراتكم الأرقام مصر بتستهلك سنويا 280 مليون أمبوبة بوتجاز 280 مليون أمبوبة بوتجاز التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه نحن نبعه بـ 75 لما نشوف الفرق 125 جنيه دول 35 مليار جنيه أخرى موسيقى